السلام عليكم بها الفيديو رح فارجيكم كيف ممكن نحصل على لقطات سينمائية زاء التصوير السلو موشن اللي هو التصوير البطيء خلينا نشوف هذه اللقطات ونرجع نكمل معكم الشرح طيب خواني علشان نقدر نعمل مثل هاي اللقطات سواء كانت على الموبايل أو حتى على الكاميرات الديسل رح نستخدم سلايدر زي اللي احنا شايفينه رح فارجيكم كل المكونات وكيف احنا ممكن نستخدمه وبالمناسبة رح تلاقي رابط الشراء أسفل وصف الفيديو زائد كوبون خصم على سعر هذا السلايدر وهذا هو السلايدر ورح نرجع له كمان شوي طبعا بيجي معنا مع السلايدر اللي هي قطعتين يعني أشبه في القواعد علشان نثبت عليهم السلايدر من تحته نقدر نوقفه على الطاولة أو على الأرض أثناء عملية التصوير بيجي معنا كمان اللي هي مجموعة براغي زي ما احنا شايفين اللي هي بمثابة الأرجل طبعا لاحظ انه البرغي بيجي عليه اللي هي سموني كمان قطعة بلاستيك عشان عملية التثبيت طيب اخواني نرجع له السلايدر اللي رح يخلينا نصور حركات بطيئة عن طريق تحريك الهد زي ما احنا شايفين طبعا الهد بيجي عليه زي ما انت شايف قرص دائري هذا القرص وظيفته انك بتزيد سرعة الحركة في الهد او انك بتبطئها علشان تاخذ مشهد بطيء زي ما انت شايف تحكم في سرعة السلايدر اثناء عملية التصوير وهو رح برجيكم شكل الهد الخاص في السلايدر من تحت طبعا زي ما احنا شايفين بيجي معه اللي هي القطع بلاستيك موجودة معنا باللون الابيض اللي هي وظيفتها تقلل الاحتكاك وما يصير في عندك اهتزاز زي كمان عندك ميزان باللون الاخضر وهي القطع علشان نقدر نركب بولهد سوان كانت خاصة في الترايبود او حتى اللي بتكون خاصة في الموبايل خلينا هيك بشكل عام نجمع كل السلايدر على السريع وفرجيك كيف ممكن نستخدمه في عملية التصوير سواء في الموبايل او في كاميرات الدسلر لكن قبل هيك خليني احكي لكم اهم مواصفات هذا السلايدر علشان الناس يعني اللي حابة تشتريه طبعا السلايدر مصنوع من مادة الالمنيوم الخفيف وبيجي طول السلايدر كامل 60 سنتيمتر بالنسبة للهد اللي احنا شايفينه امامنا فهذا الهد اللي هو الرأس المتحرك على السلايدر بيحمل معك وزن حتى 5 كيلو جرام طيب اخواني خلينا نرجع ونشوف كيف ممكن نركب الكاميرات مثل كاميرات الاكشن او حتى نركب الموبايل باستخدام هذا الهولدر طبعا راح نستخدم البولهد طبعا اللي بيجي يعني صغير خاص في الموبايلة طبعا البولهد بيمكانك تركبه على الهد الخاص في السلايدر ومباشرة تركب عليه الكاميرا ومباشرة بعدها بتقدر تحرك الهد سواء شمال او يمين بحركة بطيئة وتصور المشاهد اللي بالدكية وكما بنقدر نستخدم هذا الهولدر على البولهد علشان نقدر نثبت عليه الموبايل باي الطريقة اللي احنا شايفينها ونفس الكلام بإمكانك تحرك الهد على اليسار او على اليمين باي حركة بطيئة انت بدك اياها وتصور المشهد اللي بالدكية مباشرة راح نروح على تركيب الكاميرات الدسلر مثل كاميرات كانون وسوني وغيرها طبعا هون احنا راح نستخدم بولهد لكن هذا البولهد راح يكون يعني بحجم اكبر علشان يقدر يحمل كاميرا بوزن اكثر من نصف كيلو بتركب عليها الكاميرا مثل ما احنا شايفين ونفس الكلام بإمكانك بعدها تحرك السلايدر شمال او يمين وتصور المشاهد اللي بالدكية فيه كمان يعني حركة حلوة بإمكانك تستخدم فيها هذا السلايدر بحيط انك تركبه مباشرة على الترايبود علشان تأخذ لقطات اجمل واحلى خلينا افرجيكم الطريقة على السريع بإمكانك تركبه زي ما احنا شايفين على الترايبود بهذه الطريقة وتثبت عليها الكاميرا يعني بتقدر تأخذ معك مثلا الترايبود في اي منطقة ثانية وتصور زي ما بدك كمان بإمكانك تحرك السلايدر حركة دائرية بهذا الشكل وتأخذ مشهد حلو بشكل كبير وفي النهاية اخواني احنا صورنا مجموعة من المشاهد باستخدام هذا السلايدر واللي رح نختم فيه هذا الفيديو وهذا الشرح خلينا نشوف المشاهد مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا اكد انه رابط السلايدر للناس اللي حبي تشتريه موجود معك في الوصف زائد كوبون خصم على السعر يعني بإمكانك تستخدم هذا الكوبون لما تشتري هذا السلايدر في امان الله